عبال هاتفة سيد محمد حنداش باحث بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء صباح الخير سيد الكريم طبعا شهدت البوليدة وكذلك بومرداز طبيحة اليوم هزات أرضية فهل هذه الهزات تتذامن في وقتها طبيعي يمكن أن نعتبرها هزات أرضية طبيعية في هذا الوقت صباح الخير على كل حال كل هزة التي تحدثت هي هزة طبيعية ليس أي ظاهرة غريبة عن ما يوقع في شمال جزائر طبعا كما أشرتم لهم على الساعة الثانية صباحا واحدثين دقيقة سجلنا هزة والمركز تحاوجدنا واحدثين كيلومات شمال غرب مدينة زموري وشدة تحابلات إلى 3.1 هو معروف وتبت علميا بأن هذه المنطقة الثانية فيها ناشط ما وش مليون من قديم الزمن لداخل في إيطار ناشط وتسرب تعتاقة في كل شمال جزائر وفي بعض الأحيان تحت الدماء كما كذلك على الساعة الرابعة صباحا و18 دقيقة سجلنا هزة لمركز تحاوجدناها 3 كيلومات جنوب مدينة الشبلي والمركز تحاوجد شدة تحابلات إلى 3.4 في نفس السياق هذه المنطقة تعبليدها الشبلي حمام الوان هو معروف حتى في السنوات الماضية كنا سجلنا ناشط ما تبر في هذه المنطقة وإنما الضروف التكتونية تختلف بين ضواحي الجمهورية والضواحي حمام الوان وشبلي سجلنا في حسب ساعتين بنتهم هزتين لشدةهم ممكن يكون أداتي لبعض من الخلع ويكونوا شعروا بها المواطنين وكذلك أريد أن نعلم بأن النشاط الزلزالي موجود في كل شمال جزائر لأن الجزائر موجودة في حدود القراءة الصفحة الإفريقية اللي هي في هذا الزمن اللي نعيشينه في إطار تصادم مع الصفحة الإيروازية وبصفة طبيعية هذه الحركة هذه تؤدي إلى تراكم تعتقها لأن في كل شمال جزائر تتراكم وحشب نوعية وحشب تكتونية لكل منطقة التي تختلف من مكان إلى آخر يقدر يحدث فيه انكسارات وانسراب تعتقها وإذن زلزال سيد محمد حمد شعفة عن المقاطعة تفضل سيد نحن على مستوى المركز انطلاقا من شبكة المحطة الإيرساد النشاط الزلزالي نسجل في الموعد الشعري حوالي 100 نهجزها والأغلبية منهم 80% المواطنين لا يشعرون بهم لأن تسر بطاقة هو تسلسل مستمر ونشاط مستمر في كل شمال جزائر ما يتوقفش وفي بعض الأحيان تكون فيه هزة يشعروا بها المواطنين هل من المحتمل أن تكون هزات أخرى في الأيام المقبلة؟ هنا كان سؤال صعب لأنه غير ممكن أن ننبه وقوع نشاط الزلزالي نقدر نقول بأن الزلزال بالشدة 3.4 ما يؤديش إلى نشاط ارتداد وإنما النشاط الزلزالي موجود في شمال جزائر هذا تابت علمياً وإن كان النشاط الزلزالي يقدروا يحدثوا فيه هزة وإنما النقطة الهمة جداً هو هذا النشاط الزلزالي يقدر يتسنف إلى الضعيف ومتواضع سيد محمد حمداش سؤال واحد فقط حول علاقة النشاط الزلزالي وظروف الأحوال التقسل بعد ربما يربط الأمر بتأخر دخول فصل الشتاء يعني الحرارة ما زالت مرتفعة حتى الآن وطول الأمطار كذلك تأخر النشاط الزلزالي هو ناتج من عوامل داخلية إلى الأرض لتؤدي إلى الصفحة الإفريقية تكون في حراكة والآن رأي في استضامة على الصفحة الأيروازية ليس له أي علاقة مع أي ظاهرة خارجة إلى البطنة على الأرض إذن الوقوع جلازيل ما عنده محتاجة علاقة مع الفصول مع الشهور مع تحويل أو ارتفاع أو انخفاض التاقة تعلجه واضح سيد محمد حنداش باحث بمركز البحث في العلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء شكرا جزيلا لك على هذا التدخل شكرا لك شكرا لك